هذا المشهد وهذا الاستحقاق الانتخابي مختلف بكل المعايير يعني شايفين حتى طريقة التعامل حتى يمكن المواطن المصري دلوقتي بقى ليه عنده وعي بشكل أكبر حتى بفكرة الأمن القومي وأبعاد الوضع الإقليمي وما إلى ذلك ففعلا حتى يمكن التوقيت نفسه مختلف وعي المواطن ارتفع بشكل كبير ده يمكن بناءا على التجربة السياسية اللي حصلت في الفترة اللي فاتت فواضح أنه بالفعل ده فرق في الشارع المصري شايف حضرتك أنه في الفترة القادمة إزاي نقدر نكمل هذا الانجاز وإزاي نقدر نبني على هذا النجاح طيب خلينا نبص الأول في مواد الدستور مواد الدستور المادة 87 والمادة 88 من الدستور بتتكلم على أن الدولة المصرية ملزمة بأنها توفر للمواطن أنه يكون له حق المشاركة السياسية من سن 18 سنة ثم المادة 88 اللي هي اتكلمت عن استحقاق الخاص بالمصريين بالخارج لما نشوف فرحة المصريين بالخارج وشوفنا ده بالذات في دول الاتحاد الأوروبي يبقى درجات الحرارة أوليلة جدا تحت الصفر أربعة أو خمسة تحت الصفر وإصرار المرأة المصرية على أن تأخذ أبنائها الصغار معها مسافات في دول زي الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية كندا الصين روسيا ورغم ذلك إصرار على هذا الاستحقاق يمكن المصريين في الخارج عشان بيشوفوا الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبيشوفوا مشاركة المواطنين فكان نفسه منهم شاركوا فلما يكون هذا النجاح بعد 2011 إن إحنا يبقى للمواطن المصري الحق فيه الانتخاب ده نجاح للدولة المصرية أنا بعتبر إن الدولة المصرية نجحت ده نجاح لمصر الانتخابة جماعة الخاصة بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة اللي بتمر بيها العالم كله بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ورغم ذلك إن الدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة بتواجه كل المخاطر الخارجية وتواجه الصعوبات اللي بتحاك للدولة المصرية ورغم ذلك استحقاقك الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل وفي الخارج يتم في مواعيده القانونية ده نجاح للدولة المصرية هذا الإقبال يعني مؤشر حتى التصويت المواطنين المصريين في الخارج ده مؤشر كبير جدا لأنه كان فيه إقبال كبير جدا أنا لعلمك يهمني أكتر أن ممارسة المصرين في الخارج لاستحقاقهم مهما كان العدد حتى ولو كان عاشرة في كل دولة بس يمارسوا حقهم الانتخابي ده برضو نجاح للدولة المصرية هو ده استحقاق موجود في الدستور لما جاء طبق ده على أرض الواقع ده نجاح لإني أنا بأعتبر أن مصر في هذه المرحلة والحمد لله إحنا بقالنا فترة كبيرة ما تقلش عن 7-8 سنين في مرحلة ما تسمى بالدولة الصلبة الدولة الصلبة هي يعني معناها أن مؤسستها قوية للغاية أجهزتها قوية للغاية تستطيع أن تواجه الصعوبات الخارجية بمنتهى القوة وتمارس حقوق المواطنين على الأرض بمنتهى الأمن والأمان فبالتالي كان الناس حتى يقولك طب الأحداث التي تحصل الحرب أنت عندك الحمد لله جيش قوي شرطة قوية مؤسستك وأجهزتك المخابرات في منتهى القوة ما تقلقش خالص هي هتواجه هذه المصاعب لكن أنت استحقاقك الدستوري بيتم في مواعيده وبهدوء وبأمن شديد جدا فده نجاح كبير وفي نفس الوقت نجاح لأن أنا أبتدي أختبر مؤسسات الدولة إزاي ودي لأول مرة تحصل إزاي أنك أنت على رغم من وجود مثلا أحد المرشحين هو سيادة الرئيس ورغم ذلك المرشحين اللي قدامه يعملوا مؤتمرات يعملوا لقاءات يقدروا يطلعوا ينتقدوا السياسات والنواحة الاقتصادية ورغم ذلك مؤسسات الدولة وإعلامها بزعدة